وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من مقر نعقاد الجلسات الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كريم بعد التحية انقل لنا الصورة لديك وأهم ما تناقشه الجلسات اليوم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل الأسبوع السادس ولكن هو اليوم الأول في المرحلة الثانية في المحور الاقتصادي نتحدث عن أهم المقترحات التي تم طرحها اليوم فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وبالطبع لها تأثير مباشر على الدولة المصرية هناك اللجنة الخاصة بغلاء الأسعار وأتلخم هذه اللجنة كان هناك حديث مطول بين المشاركين من الأحزاب المختلفة عن أهمية التعامل مع التجار وأيضا إنشاء لجنة خاصة للرقابة لجنة للرقابة وتفرقة بين السلع التي من الواجب رفع أسعارها بناء على الغلاء العالمي أو من التعامل مع استغلال التجار الذي يستغل الغلاء العالمي في بعض السلع التي يتم انتاجها بالفعل هنا وليس هنا في مصر وليس لها أي علاقة بالغلاء العالمي هذه النقطة هناك أيضا نقطة في التحدث بوضع قانون خاص لوضع هامش ربح محدد للتجار في التعامل مع السلع المختلفة فيما يؤدي بشكل مباشر لتخفيض الأسعار أو حتى وضع صقف محدد لغلاء الأسعار للتخفيف عن كهل المواطن كانت هذه جزء خاص بغلاء الأسعار وتضخم هناك اللجنة الأخرى وهي خاصة بالدين العام الدين العام كان هناك مقترحات من أيضا المشاركين بالتعامل مع القروض المختلفة وأيضا التوجيه المناسب لهذه الأموال المختلفة في المشاريع المتنوعة وأيضا التعامل مع الإصلاحات الأخيرة التي خرجت عن المؤتمر الاقتصادي وتم أيضا التعامل على أساسها بوضع مقترحات خرجت من الحوار الوطني في المرحلة الأولى مما شجع المشاركين أيضا بوضع مقترحات جديدة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الجزء الخاص بالدين العام كان هناك مقترحات بإسقاط بعض الديون الداخلية كان هناك مقترحات بوضع أيضا لجان وهيئات مختلفة للتعامل مع الدين وكان هناك أيضا مقترحات كما حدث من قبل بأخذ نسبة من الهيئات القومية لتكون نسبة ثابتة تدخل إلى بيزانية الدولة للتعامل أيضا مع الدين العام لذلك النقاشات مستمرة في هذه اللجان في المحور الاقتصادي على أن يخرجوا في آخر اليوم ببعض التوصيات والمقترحات ليتم عرضها بعد ذلك للأمانة العامة ليتم تنقيتها وتنقيتها للخروج بمقترحات أساسية لتم تقديمها إلى رئيس الجمهورية الزميل كريم بي برس مراسل التلفزيون المصرية كنت معنا من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني شكرا جزيلا